مغامرة في بحر الظلمات الفصل الأول نداء البحر في قرية ساحلية هادئة على ساحل البحر المتوسط عاش شاب يدعى مروان كان مروان شابا طموحا محبا للمغامرات يحلم باكتشاف أسرار البحر العميقة منذ صغره كان مروان يقضي ساعات طويلة على شاطئ البحر يراقب الأمواج المتلاطمة ويستمع إلى حكايات البحارة عن رحلاتهم المثيرة كان يحلم بيوم يبحر فيه بعيدا عن شاطئ قريته ويبحر في عمق البحر لاكتشاف ما يخفيه من أسرار في أحد الأيام بينما كان مروان يمشي على شاطئ البحر لاحظ شيئا غريبا في الأفق كان ذلك هددا ضوئيا غريبا يتراقص على سطح الماء اقترب مروان من الهدد بحذر ليكتشف أن مصدره قارب صغير غريب لم ير مثله من قبل كان القارب مصنوعا من خشب قديم ومزخرفا برسوم غريبة لم يفهمها مروان اقترب مروان من القارب بحذر ورفع ستار القارب ليجد بداخله كتابا قديما ممزقا فتح مروان الكتاب بفضول ليكتشف أن صفحاته مليئة بالرسومات والرموز الغريبة لم يفهم مروان ما هو مكتوب في الكتاب لكنه شعر أن الكتاب يخبئ سرا عظيما في تلك اللحظة سمع مروان صوتا غريبا ينادي اسمه التفت مروان يمينا ويسارا لكنه لم يرى أحدا وفجأة ظهر من الكتاب مخلوق غريب لم يرى مروان مثله من قبل كان المخلوق صغيرا مجنحا وله عيون ذكية نظر المخلوق إلى مروان وقال بصوت هادئ مرحبا بك يا مروان لقد حان الوقت لبدء رحلتك شعر مروان بالخوف في البداية لكنه سرعان ما تغلب على خوفه وسأل المخلوق من أنت وما هي رحلة التي تتحدث عنها أجاب المخلوق أنا روح البحر حارس أسراره لقد اخترتك أنت يا مروان لتكون حارسا جديدا للبحر وتكمل مهمتي في حماية أسراره من الأشرار شعر مروان بمسؤولية كبيرة على عاتقه وسأل المخلوق ماذا علي أن أفعل؟ أجاب المخلوق عليك أن تبحر إلى جزيرة الظلمات وتحضر لي من هناك حجر الظلام هذا الحجر هو مفتاح حماية أسرار البحر من الأشرار وفق مروان على مهمته وودع أهله وأصدقائه وانطلق في رحلته إلى جزيرة الظلمات على متن القارب الغريب الفصل الثاني رحلة محفوفة بالمخاطر واجه مروان خلال رحلته العديد من المخاطر واجه العواصف البحرية والضباب الكثيفة والوحوش البحرية الضخمة لكنه لم يفقد الأملى وظل مصرا على الوصول إلى جزيرة الظلمات في أحد الأيام بينما كان مروان يبحر في البحر لاحظ شيئا غريبا في الأفق كان ذلك جبلا ضخما أسود يغطيه الضباب الكثيف اقترب مروان من الجبل بحذر ليكتشف أن ذلك هو جزيرة الظلمات شعر مروان بالخوف في البداية لكنه تذكر مهمته وتوكل على الله ودخل جزيرة الظلمات كانت جزيرة الظلمات مكانا مظلما ومخيفا كان الضباب الكثيف يغطي كل شيء ولم يكن مروان يرى شيئا أمامه سار مروان ببطء وحذر خوفا من السقوط في أحد الفخاخ أو الوحوش فجأة سمع مروان صوتا غريبا خلفه التفت مروان يمينا ويسارا لكنه لم يرى أحدا وفجأة ظهر من الضباب وحش ضخم ذو عيون حمراء صرخ مروان خوفا وبدأ يركض بأقصى سرعة لكن الوحش كان أسرع منه وبدأ يطارده في تلك اللحظة تذكر مروان الكتاب القديم الذي كان قد وجده في القارب فتح مروان الكتاب وقرأ بعض الكلمات السحرية وفجأة ظهر من الكتاب شعاع من النور أصاب الوحش وجعله يختفي تنفس مروان الصعداء وشكر الله على نجاته واصل مروان سيره في جزيرة الظلمات باحثا عن حجر الظلام بعد ساعات من البحث وصل مروان إلى كهف مظلم دخل مروان الكهف بحذر ليكتشف أن ذلك هو مكان وجود حجر الظلام كان حجر الظلام حجرا أسود كبيرا يشاع بنور خافته اقترب مروان من الحجر ومد يده ليلمسه وفجأة شعر مروان بقوة غريبة تسري في جسده عرف مروان أن ذلك هو حجر الظلام وأنه قد أكمل مهمته بنجاح أخذ مروان حجر الظلام وعاد إلى قاربه وانطلق عائدا إلى قريته الفصل الثالث عودة منتصرة عاد مروان إلى قريته منتصرا حاملا معه حجر الظلام استقبله أهله وأصدقاؤه بفرح كبير عندما علموا بنجاته من رحلته المخيفة سلم مروان حجر الظلام إلى روح البحر الذي شكره على شجاعته وإصراره أخبر روح البحر مروان أنه قد أصبح الآن حارسا جديدا للبحر وأنه مسؤول عن حماية أسراره من الأشرار وعد مروان روح البحر بأنه سيكمل مهمته بأمانة وأنه سيحمي أسرار البحر من الأشرار إلى الأبد عاش مروان بعد ذلك حياة سعيدة مليئة بالمغامرات والإنجازات أصبح مروان بطلا مشهورا في قريته ورمزا للشجاعة والإصرار لم ينس مروان أبدا رحلته إلى جزيرة الظلمات وما واجهه من مخاطر وصعوبات لكنه تعلم من تلك الرحلة أن الإصرار والعزيمة هما مفتاح النجاح وأنه لا شيء مستحيل لمن يؤمن بنفسه ويسعى لتحقيق أحلامه النهاية